السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الامارات السكرات احلى مشاهدين على المجرة كلها وحشتوني جدا والله عارفة ان انا مقصرة معاكم بس عشان تعبانة اليومين دول وبقولكوا دعولي ومش عاوزين تدعولي فخلاص بقسيبوني عيانة اخبركم ايه يا رب دايما انا شوفكم بخير النهاردة هنتكلم عن وصفة اللي هي كده مطلب جماهيري الحاجة الوحيدة يا غالية اللي الستات كلها بتكتمع عليها الى وهي مشكلة الشعر الزيت يعني مثلا مشكلة التساقط هتلاقي ناس عندها ونسلق الشعر الطويل ناس عندها ونسلق الا مشكلة الشعر الزيت دي مفيش ست الا لما بتشتكي منه الا بقى واحدة معاها فلوس راح اتعملت ليزر دي بقى احنا يا ستي ماناش دعوة بيها تمام كده تمام كده هنعمل مع بعض خلطة حلوة اوي ولو انت اول مرة تشفينا عايز اقولك ان احنا عندنا ملف حلو جدا اسمه ملف ازالة الشعر الزيت ايلين فيه على حاجات تشلك الشعر من الجدور ايلينك على حاجات سريعة كده زي بديل الشفرات ايلينك على حاجات مخدرة تستخدميها قبل ما تعمل سويت ايلينك على سبريف الصيدلية ايلينك على سبريف الصيدلية كده ترشي نزل لكل الشعر في ربع ساعة وحاجات مخدرة حاجات وحفة كده هتلاقاف ملف اسمه ملف ازالة الشعر الزيت هسيبه لك في اول تعليق هنصلي عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحطي تعليق بالصلاة عن نبي وتقولي لي انت في الجزء الكام يا غالية الناس يا جماعة اللي لسه يا جماعة قبل العاشر دول بيهزروا شد وحلك شوية ما شاء الله لهم صلى عن نبي فيه ناس ختمت مرة واتنين وبص لاي في التعليقات ناس لسه في الخامس في السابع في العاشر عاشر وحد وعشر ده قليل يعني حاول تطلعوا شوية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ان شاء الله يا رب كلنا نختمه مرة واتنين وثلاثة هتجيب يا قلب اي علبة او اي حاجة وهتعمل اللي انا هعمله دلوقتي اول حاجة مطلوب منك معلقة من النشا ايوة النشا اللي هو كورن فلاور حاجة كده امر جدا للبشرة تمام اهو هنأخد منه كده معلقة حلو حلو جدا ومية مية وعال العيل قبل ما اكمل الوصفة معاكي عايز اقولك ان مشكلة الشعر الزائد او الزائد اللي هو مثلا تلاقي واحدة يعني عندها زيدقني كده شبهدقني الرجالة او بين الفاغزين طالع لها شعر تقيل جدا دوت بيكون سببه لغبطة في الهرمونات ده بيكون سببه ان هي عندها تكيص في المبايد ده بيكون سببه ان هي عندها هرمون الزكورة عالي فمجرد ما هتروح تزور الطبيب ويكتب لك العلاج المناسب هتلاقيكي تخلصتي من المشكلة دي مش هتتخلصي من الشعر اللي قريدي موجود اللي قريدي موجود ده حلو في ليزر او حلو في حاجة زي اللي احنا هنعملها دلوقتي اما لو عشان ما يطلعش جديد فلازم تروح للطبيب يعني انت هتروح للطبيب هيوقف لك الشعر اللي عمال يتقل ويطلع وكده ده اما اللي قريدي موجود ده ما هتعمل ليزر او هتعمل خلطة ان هو تقطعيه خالص او تخفيه تماما تمام كده تمام حطينا معلقة من النشا تانية حاجة عاوزة معلقة من الملح تمام وقلت لك ما تجيش واحدة تقول لي يا راشا اهو ما تجيش واحدة تقول لي يا راشا ملح ازاي ده الملح هيعمل لي تهيج ده الملح بيعمل التهابات قلت لك ده محتقد ده محتقد خطأ جدا الملح لو بيعمل التهابات ما كانش دكتور الاسنان كاتابوليك تتمضمطي بيه بعد ما تخلع درسك ما كانش دكتور النيس هقالك ممكن تستخدميه كتشطيف مهبالي في حالات معينة اه ما كناش نعمله للتهاب الحال ان اتمضمط بيه وهكزا فالملح حضرتك بالعكس مش اللي هو لأ ده انا هاخده وهيلهب لك بشرتي وهيلهب لك جلدي اطلاقا تمام كده يبقى معلقة من النشا على معلقة من الملح عاوزة حضرتك معلقة او ربع معلقة صغير من الشبة مش عارفة بقى الشبة دي اسمها ايه في الدول العربية الصراحة يعني مش عارفة بس انت دخولي على جوجل اكتبي الشبة مثلا في العراق الشبة في الجزائر وهكزا اللي هو حجر الشبة اللي احنا بنستخدمه اصلا للعرق تمام اهو بيبقى بالمنزر ده كده في حتى نشبه من القربونوت وعاوزة منه ربع معلقة الشبة من الحاجات اللطيفة جدا 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 اللي هتموت معي بوسيلات الشعر وبيمنع الجسم اصلا من التعرق يعني جت كلما انا كنت بتكلم عن الشبة للعرق بقيت اقولك ايه انك انت لو عدت تستخدميها مسلا على منطقة القبط مرة في مرة في مرة في مرة مش هتلاقي شعر وفعلا الناس دخلوا في التعليقات ساعتة وقالوا وراشها فعلا دي حقيقة بقالنا فترة بنستخدمها وقطعت ظهور الشعر نهائيا تمام نفس الكلام الملح الملح انا مستخدمها ليه لان الملح من الحاجات اللي هتمنع معي او هتموت معي بوسيلة الشعر انا النهاردة جاية بعمل بديل للليزر اللي هو من ارقام ومش عارفة وناس بتكسل تعمله وناس بتخط من المخاطر والكلام دوت حضرتك بنعملك ليزر كده في البيت بمكونات هتشوفيها دلوقتي وهتبهرك يبقى شوية من الكربونات وربع معلقة وشوية من الملح وشوية من النشا حضرتك مطلوب منك عوزة شوية بقى من المية هعجم بيهم الخليط دا اهو كده لسه في مكون تاني ولسه هقولك طريقة الاستخدام هنقلب كويس جدا ندخل كل المكونات دي كده ببعضيها الناس اللي بتتفرج ولسه محطوش لايك اللايك مش بفلوس يا جماعة خليكي سالكة كده وامور انا بقى لي ومن ما طلحت لكوش لان بجد والله العظيم نفسياتي زعلانة حرفيا منكم الفيديوهات اعملك حاجات حصري اعملك حاجات تحفة توقع مني عشان انت مستخصرة تحط لايك وتعليق فيعني اسلكوا احنا في رمضان لايك وتعليق يا امرات حسنة قليلة بصي كده يروحي بقى شبه اللبن الامر اهو تمام لك ان الوصفة دي امر اوي في ازالة الشعر الزائد امر اوي في ازالة ريحة العرق امر اوي في تفتيح البشرة حاجة كده بجده بجد حرفيا نكون بلا هل انا هسكت عندي كده بما اني عارفة ان انا لفل الوحش ولازم اوصل للوصفة الاعلى حاجة هل احنا هنسكت على كده لا مش هنسكت عاوزة احط كام نقطة من الخل ما تقطريش خل كل اللي انا عاوزاه كام نقطة حرفية اهو بسم الله خايف احط اهو يعني قولي مسلا سباح تمن نقط تمام مش عايز اخلي كتير عشان ما يعمل ليش تهيج في البشرة لو انا بشرتي حساسة او بشرتي بتتهيج يبقى بلاش خالص الخل الخل من الحاجات الحلوة اللي قدر استخدامه هيخلي بوصيلات الشعر حرفيا تموت تمام كده تمام كده يبقى الخل بحطه نقط كده زي ما انا حطيت قدامي ولو عندي بقى حساسة ولو بشرتي بتتحسس خلاص ولو بشرتي بتتحسس بلاش خالص من الخل حلو حلو كده ومية مية هندي الحاجات دي كده تقليبة بعد ما حطينا الخل وييجي بقى المكون المعجزة اللي هيفوالي الوصفة دي رأسا على عقب الا وهو يا غالية هتغضي بعضك ومعاك عشرة جنيه فقط لا غير في ايدك وتروح للعطار تقوليله انا عاوزة شوية من زيت الترمس او تشتري شركة الكابتن ما تلاقيها برضو بعشرة جنيه او شركة الحواك زي ما يعجبك زيت الترمس من الزيوت الراهيبة وطريقته موجودة على القناة من الزيوت الراهيبة جدا زيت الترمس المر من الزيوت الراهيبة جدا لمنع زهور الشعر الزيت من الحاجات الحلوة قوي اللي بتموت بصيلة الشعر عشان ما حدش قوله نسمع ان الترمس مفيد للشعر ده الترمس العادي اما الترمس المر بيموت بصيلة الشعر تمام? كده متفقين. فحضرتك هتحطي شوية من زيت الترمس. طب انا يا رشا ما عنديت زيت الترمس. لو عندك زيت السعد كنا تكلمنا عنه قبل كده. وطريقته هتلاقيها موجود في ملف ازالة الشعر. ازا تعملي زيت السعد. وزيت الترمس. هتلاقي طريقته موجودة في ملف الزيوت. بصي عليهم. تمام? اهو. هحط هنا كده كام نقطة من زيت الترمس. منهم يدوني ترتيب للبشرة. تمام? ومنهم يدوني اللي هو يسدي بوسيلات الشعر فتمنع معي زهور الشعر الزائد. منه كمان الترمس من الحاجات الرهيبة اللي بتفتح البشرة جدا. عشان كده اقول لك الخلطة النهاردة جبارة. الخلطة النهاردة مش مجرد ازالة الشعر الزائد. لان تعمليها عشان تديك تفتيح امر. انت عمليها عشان تمنع معيك ريحة العرق. تمام? اهو كده. عايز اقول لك ان احنا حطينا النشا علشان خاطر تهدي من مفعول شوية الخل اللي احنا حطناهم وتهدي مما فيقول الملح. عشان مفيش واحدة تقول اصلا بشرتي حساسة. وبرضو زي ما احنا متفقين مع بعض. قبل ما بستخدم حاجة زي كده بجربها في حتة صغنونة كده على ايدي. بشوك بعمل زي اختبار حساسية كده. واسيبها مسلا في حدود نص ساعة. الدنيا كويسة اوكي. لأ ده بشرتي بتحمر ده انا باهرش. لأ خلاص يبقى وقفل وصفة. مش اخد هادهم بها جسمي كله. في الاخر اقول ايه ده ده نطلح. فلازم الاول نعمل اختبار حساسية زي ما قلنا مع بعض. حلو كده حلو كده. مطلوب من حضرتك عشان تستخدمي اللبن الامر اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو معجزة. حرفيا والمكونات بعينك ازا كانت الشبة ولا الملح ولا الخل ولا زيت الترمس كلها مكوناتكم بلا. لازم الاول يكون في ازالة للشعر من الجدور. يعني ما تشيل شعرك بشفرة وتقول يلا انا هستخدمي الوصفة الامر دي بتاعة رشا. مش هتلاقي نتيجة حرفية. حضرتك لازم تشيل الشعر بالجدور. سواء بقى هتشيله بمكان براون سواء هتشيله بالشمع سواء هتشيله بالحلاوس باي طريقة عندك هتشيله بها الشعر بالجدور. بعديها بيوم لان اليوم اللي احنا بنشيل فيه الشعر ببقى الجلد ملتهب والكلام ده انا هريح اليوم دوت. تاني يوم باخد بقى قطنة بحطها هنا وبامشي على المكان اللي انا عاوزة امنح فيه الشعر ازايت. بتعملي طبق زي ده كده وبتحفظيه في التلاجة. اول لما بتيجي تستخدميها بتروح مقلبها زي ما انا بقلبها قدامك كده. وتروحي حتى القطنة مماشية على المكان اللي انت عايزة تعمليه ازالة للشعر. يوم ويوم 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 لحد ما تحس ان الشعر هيبدأ ينبت. اول ما الشعر بدأ ينبت وبصيلة الشعر والبصيلة بقى فيها شعره خلاص حضرتك هتوقفي على كده لحد لما الشعرية تكبر وتعمليها زلم الجدور وتعيدي تاني نفس الحركة دي الشهر اللي بعده او المرة اللي بعديها. والله العظيم زي ما بقولك كده. مرة في مرة او شهر في شهر هتلاقي الشعر طلع معاكي خفيف. هتبص تلاقي الشعر بعمل زي شعر الاطفال. هتبصي ما تلاقيه الشعر حرفيا. بس عشان احنا واخدين على المصدقية في قناتنا. مش سحري عشان ما تجيش وحتقول ايه? ده بتاني عملت كده قبل كده. وشهري اتنين. لا مش سحري يا حبيبتي. بالسحري. يعني احنا بنروح نعمل الليزر بألافات وبأرقام ومش عارفة ايه والكلام ده. فحضرتك دي وصفة فعالة جدا. بس عايزة منك كام وقت كام شهر حرفيا. مع كزا مرة هتلاقي الشعر خفيف فخفيف فخفيف بعد كده هتمنعه. بس مش شهري ومشي اتنين ومشي تلاتة. عشان ما تحكش عليكم. الحاجة اللي من اول مرة بقولك دي من اول مرة. هتمشي واحدة واحدة. وفي نفس الوقت زي ملتلك. ده هي اصلا يكفي ان انا استخدمها. علشان خاطر تديني تفتيح لبشرتي. تمنع معي ريحة العرق. لو هستخدمها مسلا تحت الايبت او الكلام دوت. فهي في الطبيعي تحفة. الترمس حلو للبشرة. الشابة تحفة للبشرة. انش هتوحفة للبشرة. وهكزا. تمام? هات حضرتك هتعملي زي ملتلك بالنظام دوت. واول ما يطلع الشعر هنوقف لحد لما نعمله ازالة ونرجح تاني نستخدم وصفتنا. هتسيبيه على البشرة بتاحتك من تلت ساعة لنص ساعة وبعد كده هتدخل تشتفيه. الوصفة تحفة جدا فوق ما تتخيلي والنتيجة بتاعتها حرفيا بديل للليزر. اتمنى تجرب الوصفة هتعجيبك جدا. واتمنى انك تبص على ملف الصيدلية. هتلاقي هناك وصفات كتير جدا هتعجيبك. ما تنسيش اللايك اختم الفيديو بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.